يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه استيقظت ليلة ونحن في معسكر تبوك فلم أرى رسول الله في فراشه فتحسست فراش أبي بكر فلم أجد فتحسست فراش عمر فلم أجد فنظرت في المعسكر فوجدت نارا على مرمى البصر فقمت إليها فرأيت عبدالله ذي البجادين قد حم من الليل ومات معسكر كل نايم والذي يسأل عن من حيا ومات ومرض رسول الله قرة عينك أبدا لا يمكن السماح أبدا بالتطول عليك أبدا قرة عينك من مهد لك وقولته التاريخية في الدنيا والآخرة أمتي اليوم أمتي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ابن مسعود فوجد عبدالله مجدلا على شفى قبر يحفره أبو بكر وعمر يا لحظز البجادين فلما حفر نزل رسول الله فيه ونظر إلى أعلى والحزن والوجم على وجهه يقول دلي لي أخاكما دلي لي أخاكما قانون الأخوة دلي لي أخاكما فحمله أبو بكر وعمر شيخ أهل الجنة رضي الله عنهما حملاه وأدلياه إلى رسول الله فأخذه رسول الله بيده ووضعه في لحجه وسوى عليه ثم وقف على قبره وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه وهنا فضخ عبد الله بن مسعود وقال وددت والله لو كان القبر هذا هو قبري وأنمت مذ عشرين سنة لا يضرني ما قرض من عمري لكن يدفنني رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا قبر عبد الله ذي البجادين لكن لم يزل عبق إيمانه بيننا فواح أيها الإخوة سيرة الأكابر لا تفرط في هذا الجيل إيمان يحسب بهم طريق تعرف معالمه بهم فإياك أن تفرط فيهم فإنهم مرمى سهام أعدائك سقوطهم ضيع للملة لأنهم هم من نقلوها لا سيما وقد وثقهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء على خير